أستاذ محمود ده كلمة أخيرة وبالمناسبة يوم الخامس اللي جاي آخر موعد لإرسال القيمة الإفريقية نعم كلمة أخيرة ومهمة ونصيحة لكل واحد بينتمي للأهل إذا كل إعلامي أهلاو إذا كلما نجلس على خلف منصات التواصل عاوز أقوله أكيد الدرس بتاع السنة اللي فاتت وقبلها لازم تكون تعلمت منه حالا أولا عدم المبلغة عدم المبلغة لأي لاعب بصة بصة صج الجول الأهل عمره ما كان عمره ما كان بحاسب كبير عدم التطخيم عدم منح الفرصة للآخرين الاستغلال اللي انت بتعمله مزيد من الهدوء والصبت مزيد من الدعم للفريق والجازفان مدعوش تعلق على كل حاجة لاناك وش هتفهم في كل حاجة اللي اللعبه كورة وبقاهم بتكلموش في كل حاجة اللي هل معارفين الكورة الكورة دي اعتبر التسعين دي اذول زي يوم في حياتك انت رايح الشغل شوف انت مشيت وركبتك ومواصلة ورحت فين وقبلت مين في الطريق ومزاجك عامل ايه تمام لغاية ما توصل للجول كأنك وصلت الشغل سجلتك مهدف طب مين اللي دي اكتب طب مين اللي يعني عاوز اقولك ايه هي عبارة مرخص لحالة حياة في يوم حالة تركيز وعدم تركيز توفي وعدم توفي عندما تخلى التوفيق عن الفريق النادي الاهلي اللي هو كان من 3-24 مكسر الدنيا واصل للعالمية كله بتكلم عنه شوفت المشتد كان عامل ايه هو ايضا درس للإدارة ودرس للفريق ولللاعبين ياما حانك قيمة الاهلي بقيمة العمل والجهد الكبير اللي بتبزل فانا اتمنى في الاول في اخر انه توفيق ربنا سبحانه وتعالى للإدارة يعني انها اختارت مدرب واتمنى للمدرب التوفيق ايضا اتمنى لإدارة التوفيق دارة الكورة في اختيار عناصر اللاعبين مميزين يعملوا الفريق يا جماعة اذا كنت تدفع في لاعب في الدوري المصري خمسة مليون دولار الاولى بيك انك تدفع الخمسة مليون دولار في حاجة تعمل لك فر ونقلة تانية خالص من بره واعتقد الرسالة واضحة ان شاء الله يكون يعني موسم يعني كبير للأهلي بإذن الله تعالى موسم سستعيد فيه الفريق شخصيته ساعد فيه قوته ساعد فيه روحه اللي الناس كلها تعودت عليها ان شاء الله تكون بداية موفقة للجميع ان شاء الله بإذن الله